السلام عليكم كديرين لباس عليكم تمنى تكونوا بخير ولا خير اليوم غادي نبارتج معاكم تمر معمر بريستيج لجميع المناسبات كيجي زوين وكيجي همه انا اليوم غادي نستعمل غيه التمر هذا قلب اذا كتمر الكبير كيجي غزال يعني في التعمار وكل شي وكيقيته لعينته هو ميما لقيتش يعني لقيت غيه هذا عاركم عارفين كل شي ده بمسدود وهذا اه هنايا غادي نستعمل بزاف ديال الحويجات يعني متنوعين شوكولات الفروي كونفي بزاف ديال الحويج متنوعين غادي نشوفوهم اطابة اطابة واهم حاجة يهد الابات داموند انا خديت هنا وجدة خديت هادي الغوز والفير اه فورا كيقيت لكم بعض المرات كتكون عندك الخدمة بزاف يعني كتحاولي تنقصي لك سينو نسيبوها في الدار هنا غادي نحتاج مزهار وفورا هادي هم الاشياء اللي غادي ننخدم بيهم وكيقيت لكم غادي نبغتاجهم اطابة 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 انا انا تمر حيت له العلف دياله ونقيته بمزهار وكل شي غادي نبغتاج معكم وحيدة كيفاش شدرت لها لذلك هنا كنقسمو على جوج كان المراد لكوش يكي عرفي ديرها ما غادي ننقومو ما نعودها معكم كان حيدي اللي الف ديالها من بعد كان ناخد واحد البابي هنا بابي سوبنة او ليش حاجة وكان ديرو في شوية ديلم ازاهر وكان نسحو به الداخل بان سيغ هك دا وعبخي كان نسحو به البرا ديال التمراك ان نقيفوها من الغبرا ومنبطو هاد مزهار كي نسم هاته هويه دبا غادي مبدو اول شكل نعمرو بيتمرن دو كنناخد هاد الباد داماند عندي هنا يا هاد سيترون كون فيه خضر هاد سيدي بمبون بالبيض هاد الافيلي ديال اللوز اولا رقائق اللوز وهاد دميعة بشوكولة بلون وهاد ديز اتوال بشوكولة بلون وهاد شوكولة نوار فيها هاد البونبون صغير ورين على هاد الشكل وهاد الليمون كونفيته هو يكي جغ غزال مع هاد التمر كنناخد واحد طيف صغير وكان هاكدا كننحرب له هاكدا في اليد ديالنا وكننحاولو ناخد القياس المرة اللوولة ديال الوحدة ذوك انا هنا ايات قريبا وحدة غنقسمها على جوج كنناخده هنا شوية مزهر باش ما تلسق لناش هاديك الباد داماند في اليد ومنطو كتنسمها كي قلت لكم وكتعطيوه شكل ديال هلال وكتديروها هاكدا في التميرة بحالها هاكدا كتلبسوها على التميرة وهنايا غادي مبدا نحط هاداك السيترون كونفيته وحده بوحده هاكدا نستفع بحال كتجي بحال الزريرات بحال الليباغ بحال هاكدا دونك نزوق بها هادي كتجي على هاد الشكل بحال هاكدا وكننزيد نصيب المرة الثانية ثانية هادي كنحرب لها وكنعطيها لأفهم ديال الهيلال هاكدا وكنديرها في التمرة بيانسيو وكنجمع لها جنيبة ديال هاكدا وكندير لي هاته هي هاد الشوكولة هادي اللي مزوقه بلي بمبون بهاد طريقة هادي وكنستمر بيانسيو بهاد العملية نفس العملية كنكررها وكنصيب بيها باقي التمرة للكاين اللي عندي لها نقدروا ناخدو تال الشريحات هاية نصيبو بيها هاد البادامون نديرو بيها في الشريحة وكل شي مزوقو هاته هي كتجي غزالة ونبعد كنديرو لها واحد السلوفان ودك الزوق ديالها ودك شي كتجي غزالة ان شاء الله سنبقتاجيها معكم في المناسبة اخرى ووالا بحال هات الشكل بحال هاكدا يعني كتزوق وهذا الشكل الثاني كنناخدو هنا المشماش هاكدا كنقسموها هاكدا ولا كنحلوها بخيس كريمو ولا كنناخدو هاكدا القرقع تهويه وكنحاول نختارو جوج نقياس واحد كنقسموها كبيرة صغيرة في ايدنا كنحربلوها بيانسير وكنعطيوها لفوم ديال هنا شكل دائري وكنديروها هنا يفلوس ديال هاد المشماشة وكنحاولو نضغطو عليها باش نعطيوها واحد لفوم تاية دائرية باش مشي مع المشماشة الدورة ديال المشماشة مره كنديرو هاكدا الاخدار مره كنديرو الغوز كل مره كننوعو بالنسبة للقرقع تهويه نفس الشيء كناخدوه كويرة كي قلت لكم كنكوروها كنعطيوها شكل دائري وكنناخدو القرقع كنوحدة من هنا وكنديرو ذاك اللابة دامونت في الوسط كتجي لها جشكل هاكدا كتجي رائع غزالة ونستمرو بها الطريقة حتى كنكملوا تقريبا هاد الكمية ديال القرقع وديال المشماش اللي احنا يبغينا نصيبوهم ها تحطوهم بوحدهم تقدروا تزوقوا هذه كلابات دامونت بشيشكي بالموس تعتوها شيشكل ودروها في السندة كتددروها في السندة وكتحطوها وغادي ندوزو نحضرو شكل تاليت غا نحتاج في هنا ياللوز هنا المشماش مقطع طريفات الطوال عندي هنا يالقرقع خديتو وحدا قسمتها لجوش يعني بحال كده باش يجوني طوال وهادا البيستاش صنسل مافيش الملحة وهدا الزبيب دونك كنناخد التمر ما كنديش في لابات دامونت كنديل في غاعد لي فخوي هادو كنناخد اول حاجة كنناخد هاد البيستاش هادا كنستفو فيه يعني كنناخد ثلاثة هنا هجوني ثلاثة تقريبا بحال هكذا كنستفو على هاد شكل هكذا كيجو غزالين هاد التمر يكون في هاد لي فخوي كمسا كيكونوا كخوكون كيكون زوين في الماكلة هنا يا كناخد هاد القرقاع هذا تهوية كنحطو على هاد شكل بحال هكذا كنميل هم جوش كنميل هم بعض دياتهم ومن بعد كناخد هنا ياللوز لنا اللوز كنديروا واقف يعني كنحطوه هنا تقريباً دخلت 4 اللوزات هذا مزيان في الصحور إذا لم يكن لديك كبير أو تأخذها مع الحليب يعني ساتين وهذا هو الشكل النهائي بعد ما أكملت التعمار كامل هنا عندي البطة داموند هذا الفلول درت فيه كيكتلكم الشوكولة مع بمبون هنا السيترون فير أبري هدوك البمبون الثانية درت فيها كذلك الشوكولة على شكل إطوال وعلى شكل دمعة وهنا ديك الرقائق اللوزات في الجنبات هكذا وهذا البستاش والقرقاء هنا أراشتو كيفاش عمرتوهم أبخي هدا اللوز والزبيب وهذا المشماش ومن بعد آخر حاجية هادي هاد القرقاح كي يجيل هاد شكل بحلاك كي يجيل زوين وغزال وهذا المشماش تهو معمر هاد الشي هو اللي صايبتو غادي ندوزوا دباً نصايبوه واحد الشكل آخر وكي هاد المرة بالعجينة ديال التمر أنا شكلت ها وجدة ميت قادروا تصايبوها راسكم كتتاخدوا التمر كتبخروه ومن بعد كتتتتماكوه كتديروا معه شوية ديال مزهار وشوية ديال القرفة فالو كتتصايبوا بيها هاد الشكل اللي غادي نصايببي انا دبا احتاجت الكثير من الحويجات مثل البخالين والبومبون والشوكولات والنواد كوكو والقرقاء والتهوية والهرس المهم سوف نرى ماذا سوف نحاول نعجنها حتى تخاف لي وكتجنس مع بعضياتها سوف نقوم بها الكويرات اللي حصلت عليهم هكذا سوف نبدأ نفندهم في هذا الشيء اللي وريتوا لكم سوف نبدأ هنا بنواد كوكو ثم سوف نأخذ هنا في شوكولاتة هواية سوف نقوم بها تقدروا هنا يدوبوا الشوكولات إما شوكولات نواع ولا شوكولات بلون وتديروا فيهم هذه الكويرات عادة باش تفندهم في شيء حوالي سوف نقوم بها هنا يأخذ بمبون صغيرين على هاد الشكل فاند صغير هاد الشكل اتوال هكذا سوف نحاولو معه شوية كبير سوف نضغطو بالليد باش يعتنال لفهم مهم هنا الكويرات اللي سليتهم ودبع غدين ندوزوا التقديم كي يجووا على هاد الشكل هكذا غدين ندوزوا التقديم ديالهم غدين ناخد هاد اللعبات هادو كاتش لهم بحال هكذا يعني وكاتتغل فيهم ببابي أليمينيوم باش ما يكونش لو كونتاكت الماكلة دريكتهم معاهم وكنحتاج هنا الكيردون وهاد الكويرات هادو تقدرو تتفندوهم في زرعة الكتان والحبوب الشياء والمسائل اللي كاتتبغيوهم وتاكلوهم يعني انا عطيت غيرين ندي هنا كناخدو الكيردون وكنديرو فيه كويرة وكندغطو عليه باش يدخل هادو ينبغاش يدخل يفاصل مو من الأفضل تديرو الكيردون هو اللوول كيف مدر الدابة عادة باش ديرو فيه الكويرة بحال هكذا وكنستمرو نفس الطريقة كناخدو تاني كيردون وكنديرو في هاد القالب اللي عدنا هنا يا وكندفو لي هادك الكورات هي بحال هكذا حتى كنكملو العملية كاملة وعلى ذكر هاد ديكور هاد رافيه في ديكورات بزاف يعني بزاف دي الانواع انا اختارت هاد باش يجيني مع هادك اللوبلة اللي غادي نقدم فيه مرا فيهم انواع كتار ان شاء الله غادي نبقتاجيهم معاكم في مرة اخرى دوك هادو تقدروا تلقاوهم في امازون تلقاوهم في اليكسكيس تلقاوهم في بزاف ديال اللي سيت كي بيعوهم هنا من بعد ما قادت التمر ديالي في هاد طبق ديال التقديم هاد طبق ديال التقديم فيه ثلاثة ديال اللي زيتاج وهو ما سيباغي يعني كل طاج بو يعني مش مشروكين انا درت واحد فق واحد باش يعطوني هاد لفهم هاكدا كتجي على هالشكل بحال هاكدا دونك هادك اللي عمرتو بالكويرات هو اللي درتو لفوق على هالشكل هاكا كيجي غزال يعني كيكتلكم يعني تمر بريستيج يعني الديكور تهوية غزال يعني المناسبات يعني تحطيها هكدا كيكون همه وكيكون شان يعني عاطل عين و تفدو و تورا كيكون غزال و كل شي ووالا زينا الديالي وصلنا لفن ديال فيديو نتمنى ان شاء الله يعجبكم و هاده تمر بريستيج تهوه يعجبكم و الفكرة اللي اقتر حتى عليكم تاييه تكون مزيانة اه اللي عجبكم فيديو ما تنسونيش في اللي لايك في اللي كومنتر اللي زابوني و سي وكم دابيتو ان شاء الله غاد نتلقاو في فيديوات خورين و اواصفات خورين و افكار اخرين ان شاء الله و رمضان كريم على الجامع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة